تبتعني سأل أستاذ سعد عن هذا الأستاذ إبراهيم يقول المقاربات السياسية قد يكون عندك ازدواجية في التعامل الآن أنت حزين من أن حماس ذهبت إلى نظام بشار الأسد تركيا تعلن أنها قد تذهب إلى بشار الأسد وأردوغان يجلس مع بشار هل تحزن من تركيا في هذا الوقت؟ هي مقاربات طبيعية كما يقول سيد الأزدواجية في التعامل عندما تكون دولة مثل تركيا تقيم علاقات مع الكيان الصهيوني وتركيا أيضا تقيم علاقات مع إيران اقتصادية وسياسية وكثير من العلاقات والملفات التي تشترك بها أيضا تركيا تقيم علاقات مع روسيا تختلف معها في سوريا وتتفق معها في مكان آخر تختلف معها في ليبيا وأذربيجان قصفتها بالطيران بينهم دم وأيضا يتفقون في ملفات اقتصادية كثيرة لذلك هنا لا نتحدث عن ازدواجية علاقات سياسية ما بين دولة ودولة نحن نتحدث عن حركة مقاومة ليست دولة حماس ليست دولة هذه بالكاد هي تقف على رجليها كمقاومة فلسطينية يدعمها شعوب الإسلامية بأكملها هذه الحركة لا تمتلك الكثير يعني اليوم إذا أوقفت إيران الدعم من سيدعمها؟ إذا تخلى عنها الشعب الإسلامي والعربي التي ما فتئت وهي تسوق للقضية الفلسطينية ضمن هذه الشعوب وأقنعت شعوب الإسلامية والعربية بأنها قضية عادلة ومقدسة وتعتبر قضية رقم واحد عند الشعوب الإسلامية اليوم تخلت عنها بوضع يدها في يد مجرم يقتل المسلمين يقتل السوريين والعراقيين واليمنيين وفي لبنان وفي دول أخرى ولديها طموح في بلدان عربية وإسلامية أخرى هذا مشروع إيراني مدمر للمنطقة مدمر للشعوب الإسلامية والعربية اليوم أقدس حركة مقاومة تضع يدها في يد هذا القاتل وتقول ليس قاتلا هذا بالعكس يعني حماس قعلت نفسها ضمن مشروع لم تقارب سياسي بضبط يعني تحولت من مشروع مقاومة إلى مشروع ميليشيا تدعمها إيران اليوم حماس ستصنف بعد فترة أنها إحدى الميليشيات التي تدعمها إيران إحدى الميليشيات التي تستخدمها إيران كما تستخدم حزب الله في لبنان وكما تستخدم ميليشياتها في سوريا وكما تستخدم الميليشيات الحجد الشعبي وغيره في العراق مليئة للعراق اليوم في الميليشيات الإيرانية التي تدعمها إيران الحزب الإسلامي مثلا على سبيل المثال في العراق أول ما بدأ هو بدأ مشروع مقاومة لأمريكا والمشروع الإيراني وكذا وبدأ قسم منهم يأخذ هذا الدعم واشترته إيران هو مبادئه اليوم لا نسمع شيئا عنه لا مقاومة ولا غيرها هذه الخطوة الخطيرة التي لم تدركها أو يدركها هؤلاء القادة بأن هذا المنحدر منحدر خطير أوله أخذ أموال بلا شروط وينتهي بإملاءات إجبارية بقائمة مطالب يجب أن ينفذوها اليوم بشار الأسد لن يستفيد على فكرة يعني لن يستفيد بشار الأسد ماديا أو عسكريا من حماس وهو في غنى عنهم بالعكس هو يعني ليس بحاجتهم لكن الإملاءات الإيرانية على النظام وعلى حماس جعلتهم يلتقون هذا هو المشروع الإيراني القائم على ارتكاب الجرائم ضد الشعوب الإسلامية وغسل يديه في القضية الفلسطينية في أشرف قضية كل المسلمون اليوم مؤمنون بالقضية الفلسطينية واحتلال القدس يدمي قلب كل مسلم وكل عربي لذلك نحن نقول أن المسألة ليست سياسية في هذا الموطن وليست من الشطارة والفهمنا السياسية أن تضع حماس في يد القاتل رقم واحد في المنطقة في يد الذي هجر شعبه ودمر مدن السورية والعراقية وأيضا اليوم اليمن تعاني ما تعاني من شرور المشروع الإيراني لا ينبغي أبدا لحركة تعتمد على المبادئ ورأس مالها كله هوية المبادئ والثبات على المبادئ ومقاومة المحتل وهي ترفض احتلال صهيوني أن تبرئ هذا القاتل من جرائمه وتقول بأنه شهيد القدس وأن إيران تدعم القضية الأولى في العالم الإسلامي هي القدس كل السياسيين كل المحللين كل مراكز الدراسات تقول بأنه لا فائدة من وضع يدها في يد بشار الأسد إلا أنها إملاءات إيرانية مشروطة مع النقود التي تقدمها لحركة حماس بأن عليها أن توطد العلاقة وترجع العلاقة مع بشار الأسد وترجع العلاقة مع حزب الله أيضا الذي يعني يقتل السوريين داخل سوريا ترجمة نانسي قنقر شكرا